سين ما الأعذار الشرعية التي تبيح الفطر في رمضان؟ جيم من تيسير الله لعباده أنه لم يفرض الصيام إلا على من يطيقه وأباح الفطر لمن لم يستطع الصيام لعذر شرعي والأعذار الشرعية المبيحة للفطر هي المرض والسفر والحمل والرضاع والشيخوخة والهرم وإرهاق الجوع والعطش والإكراه أما المرض فهو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة وقد أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وأما السفر فيشترط فيه أن يكون طويلا مما تقصر فيه الصلاة ألا يعزم المسافر الإقامة أكثر من أربعة أيام أن لا يكون سفره في معصية بل في غرض صحيح عند الجمهور وذلك لأن الفطر رخصة وتخفيف فلا يستحقها عاص بسفره كأن يكون مبنى سفره على المعصية كما لو سافر لقطع طريق مثلا وأما الحمل والرضاع فقد اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع لهم الفطر في رمضان بشرط أن تخاف على أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو الضرر أو الهلاك ودليل ترخيص الفطر لهما قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فليس المراد من المرض صورته أو عين المرض فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه وهو معنى المرض وقد وجدها هنا وبه تدخل الحامل والمرضع تحت رخصة الإفطار وأما الشيخوخة والهرم فتشمل الشيخ الفاني وهو الذي فنيت قوته أو أشرف على الفناء وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت والمريض الذي لا يرجى برؤه وتحقق اليأس من صحته والعجوز وهي المرأة المسنة والدليل في شرعية إفطار هؤلاء قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس رضي الله عنهما الآية ليست بمنسوخة وهي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان مكان كل يوم مسكين وأما إرهاق الجوع والعطش فمن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فإنه يفطر ويأكل بقدر ما تندفع به ضرورته ويمسك بقية اليوم ويقضيه وأما الإكراه فهو حمل الإنسان غيره على فعل أو ترك ما لا يرضاه بالوعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه